على وقع استمرار الأزمة بين رئاسات الثلاث في تونس بعد التعديل الوزرية في حكومة هشام الميشيشي يعود الشارع التونسي للتحرك المطالب كثيرة وعلى رأسها ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وقد أضيفت إليها أخيرا المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المحتجين تظاهرات اليوم لم تخلوا من المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارع الحبيب بورغيبة وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام في البلاد فهل تتحقق مطالب الشارع؟ وإلى أين تتجه الأزمات السياسية في تونس؟ من تونس الكاتب الصحفي أيمن الزمالي ينضم إلينا الآن أهلا بك أستاذ أيمن دائما في غرفة الأخبار على ما يبدو التعديل الوزاري الأخير وما صدر من تحقيقات بما يخص الطرد المشبوه اللي وصل رئيس الجمهورية لتزال تتفاعل في الداخل التونسي دعني أبدأ معك من أسباب خروج المتظاهرين مجددا إلى الشارع اليوم نعم الشباب التونسي خرج اليوم إلى الشارع وإلى شارع حبيب بورغيبة الرمز حتى يطالب بالأساس بإطلاق صراح الموقفين جراء التحركات الأخيرة التي شهدتها البلاد في نهاية الأمر فإن الشباب طالب بالإفراج عن أصدقائهم وعن زملائهم وعن الشباب الموقوف والذين يعدون حسب المجتمع المدني 1600 موقوف في تونس في حين أن السلطات تؤكد أنهم لا يفوتون الألف موقوف ثانيا هم يطالبون بإسقاط النظام لأنهم ملوا من التسويف ومن الوعود الزائفة التي تواصلت لعشر سنوات بعد الثورة وهم يريدون أن يعودوا إلى الشارع حتى يكونوا هم ملوك الشارع التونسي وهم السبقين في اتخاذ القرارات وما لذلك لأنهم صوفوا كثيرا لأنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة جدا بالفعل أصدقائي من الشعار الأكثر ترددا خلال هذه التظاهرات كما تبعنا اليوم فاسدة المنظومة من الحاكم إلى الحكومة لكن هل يمكن لهذه الصرخات حقيقة أن تترجم تغييرا أو أن يكون لها صدا في الداخل التونسي إذا ما نظرنا اليوم إلى التحالف الذي بات أكبر من قبل الدولة يعني المجموعة الحاكمة أو الائتلاف الحاكم اليوم والذي يمسك السلطة التنفيذية بزمام الأمور في نهاية الأمر هو متخوف جدا من تحركات الشارع حتى أن حركة النهضة مثلا كانت عدد من القيادات من حركة النهضة أكدوا أن شباب حركة النهضة سيدعمون الأمن التونسي في مواجهة هؤلاء الشباب والمتظاهرين خاصة أن التعبيرات الأخيرة من الشباب أصبحت عنيفة جدا وهذه التحركات أصبحت عنيفة وصعبة المراس والشباب ملوا كما قلت سابقا من التسويف ومن الوعود ومن المعركة السياسية المتواصلة التي لم تنقطع أبدا في تونس منذ عشر سنوات والتي تجاهلت بطالب الشباب وتجاهلت هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب الذين كانوا هم السبب الأول في سعود هذه النخبة السياسية الجديدة إلى الحكم منذ عشر سنوات وفي نهاية الأمر أريد أن أقول أن الشباب التونسي قوي وله قدرة على إيصال صوته وهذه التحركات تخيف جدا النظام السياسي في البلاد والحاكمين هذا السؤال الأكبر اليوم في مخاوف من ما يمكن أن تقول إليها الأمور في الشارع التونسي هل الشباب التونسي اليوم الذي نتحدث عنه معك باستطاعته أن يحقق هذا التغيير وتحديدا السؤال الذي يطرحه كل من يتابع هذا الملف هل باستطاعته إسقاط هذا النظام يعني الشباب التونسي حلم وأنجز في 2011 وقادر حتى اليوم على إسقاط النظام في نهاية الأمر فأن هذا النظام يعني هو يعبر عن قلة قليلة ومجموعة حاكمة ومجموعة تتمعش من الثورة التونسية بعد عشر سنوات وتتمعش من الثروة أيضا التونسية على كل المستويات البلاد عاجزة اقتصاديا واجتماعيا الأوضاع صعبة جدا ثم على المستوى الصحي أيضا وهذه التراكمات يمكن أن تؤدي إلى ما أخطر يعني ما يمكن أن تتوقعه السلطة السياسية الحاكمة اليوم هناك هذه التحركات أيضا أصبحت منظمة وأصبحت تعبيراتها سياسية بعد أن كانت انطلقت عفوية وعنيفة في المناطق الشعبية اليوم تمركزت وأصبحت تتمركز بالمدن الكبرى وأصبحت يعني تعبيراتها السياسية الشعرات المطروحة أصبحت سياسية وواضحة يعني إسقاط النظام يعني ضد حكم حركة النهضة الإخوان ويعني بقايا البيروقراطية وما لذلك في البلاد التي تتمعش من الثروة ومن الثورة التونسية إضافة إلى عدة مطالب أخرى الشباب ملوا حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها يرونها في المستقبل يعني ابتدأ طريقهم وقد انتهى رحيلهم وكأنهم ابتدأوا طريقهم أمام حائط يجدون حائطا أمامهم هو هذه المجموعة الحاكمة اليوم التي تتمعش من الأوضاع في البلاد وهذا ما يركز أيضا حتى في الحكومة يعني هناك وزراء ومرشحون لتولي حقائب وزرية هم في حد ذاتهم يعني وراءهم أو فيهم شبهات فساد وهذا ما يترح التساولات والأزمة تزداد تعقيدا يعني في ظل تمسك أيضا رئيس الجمهورية قيس السعيد برفضه أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه هل يتراجع باعتقادكم رئيس السعيد عن هذا القرار لتهدئة الأجواء السياسية بعد ما تبعناه في الشارع هو قيس السعيد يعني السيد الرئيس قيس السعيد انخرت أو يعني استفى وراء الجماهير العريضة ووراء مطالبهم وكان هذا بالمنطوق يعني رئيس الجمهورية أكد في أكثر من تصريح أنه يتفهم جيدا مطالب الشباب التونسي وهذا يعكس أيضا شرعيته لأنه يعني تم انتخابه من قبل أكثر من يعني 2700 ألف تونسي وفي أغلبهم شباب كانوا وراءه وبالتالي فهو انحاز إليهم على المستوى السياسي أعتقد أن رئيس الجمهورية ربما قد يعني قد يناور قليلا أو يخفف من حدة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والتي يعني توقف أو يعني تجمد كل إمكانيات التنمية أو الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وبالتالي أعتقد أن رئيس الجمهورية سيذهب نحو يعني التعقل والحوار ولن يكون هو يعني يعني حجر التعفرة أخرى في مشهد سياسي متعفر جدا في البلاد شكرا شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أيمن زمالي على المشاركة معنا من تونس شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك